في إعلامي نزيه يقول جمال عارفي صادق على توقعي يقول أن المدرب هو الوحيد الذي يختار اللعب الأجنبي وهو من طالب طلب كريم بنزيمة من إدارة الاتحاد لكي يلعب مهاجمين أتوقع راح يكون هجوم ناري إذا كان كده هو أبخص المدرب أبخص لكن إلا 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 الجلاد انتبئها نونسانتو وأنا متأكد يعني نونسانتو يعني حبيب يحب حمد الله حب كبير جدا يعني تخيل لما كان في المغرب لعبه هو جيت قبلها بيوم يحب حمد الله يعرف يعرف قيمة اللاعب قيمة الناس مع الأسف الشديد شو بتتكلم على مثلا ما عليش تسمح لي يا أخو يا علي والأخوات بشكل سريع ما خالف الناس يتكلم أنه حمد الله ما بيقدم شوف الأدوار اللي بيسويها حمد الله ليش شوف التكتيك اللي قاعد يحفظه حمد الله من المدرب نونسانتو شوف القيمة شوف التحرك يعني مثلا في هدفه قدام الفتح قدام الفتح الهدف الأول شوف التحرك من حمد الله كيف كورة ملعوب على المدافع للمدافع راح هو سبق المدافع واخده وسجل هدف شوف الهدف شوف الفكر العالي من اللعب رغمنا الكورة ما مرفوعة يعني بالمقاس على راس حمد الله شوف شوف فين ملعوبة شوف حمد الله فين راح هذا الفكر هذا التحرك السليل واحد يا حمد الله هذا ذهب ذهب وزنه يتتاقل بالذهب ذهب وكلام الجمهور برضو صوتهم عندنا ذهب